وعلى همش اجتماعات دورة التسعة وستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة وفي بداية الاجتماع كرر معالي وزير الخارجية تهنئته لمعالي وزير خارجية جمهورية العراق بمناسبة توليه منصبه الجديد معربا معاليه على استعداده للتعاون معه في شتى المجالات وقد قدم معاليه الدعوة لمعالي وزير خارجية العراقي لزيارة مملكة البحرين تعزيزا وتأكيدا للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما أعرب معالي وزير الخارجية عن تمنياته للحكومة العراقية الجديدة بدوام التوفيق والنجاح في عملها نحو المزيد من التقدم والازدهار للعراق وشعبه الشقيق مؤكدا على موقف مملكة البحرين الداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق من خلال مواجهة الجماعات الإرهابية ومحاربتها والتخلص منها من جانبه قدم معالي وزير خارجية جمهورية العراق شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين تجاه العراق وخاصة في هذه المرحلة الهامة مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك تحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين هذا وقد تم خلال الاجتماع التباحث والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتأكيد على أهمية تنسيق المواقف حيالها في كافة المحافل الإقليمية والدولية